نواصل مع الجزء الثاني في المسألة الثانية ومطلوب حساب الـ Acceleration of G and Angular Acceleration of the Connecting Road AB في البداية معلوم عندنا قيمة الـ VBC فيمكننا حساب ماذا؟ فيمكننا حساب الـ ARBC خلال هذا القانون VBC تربية تقسيم الـ CB يساوي 562.5 m per second square أيضا من خلال نفس القانون يمكننا حساب الـ ARAB يساوي الـ VAB تربية تقسيم الـ BA مسافة وطول الـ Connecting Road يساوي 53.3 m per second square طبعا لرسم الـ Acceleration Diagram نتبع الخطوات التالية أول خطوة هي تحديد نقطة الـ C'd نختار نقطة الـ C'd طبعا في النهاية مطلوب مننا رسمة الـ Acceleration Diagram راح نشوف الخطوات لإنهاء رسمة الـ Acceleration Diagram كالآتي أول خطوة نرسم ماذا؟ الـ Vector C'B اللي هو موازي لـ Crank CB ماذا يمثل C'B second؟ في الحقيقة يمثل الـ Radial Component of Acceleration of B with respect to C الـ A-R-B-C اللي أردي حسبناها نعرف قيمتها فتقسم Assuitable Scale يمكننا رسمها على الـ Acceleration Diagram كالـ A-T نجي على الـ Acceleration Diagram هنا نحدد النقطة C'd أول خطوة تخيل أن هذا كل ما هو موجود أوكي أول خطوة هي ماذا؟ هي رسمة نقطة الـ C'd من خلال نقطة الـ C'd وبالتوازي طبعا موازي خط مواسي للـ C-B على الـ Space Diagram نرسم ماذا؟ نرسم خط الـ C'd B-Second هذا الخط بقيمة ماذا؟ بقيمة قد حسبناها بالأول اللي هي 562.5 m per second square المزابة بين B-Second و C'd تساوي حسب Scale محدد 562.5 m per second square معي الخطوة الثانية الخطوة الثانية من النقطة B-Second نرسم ماذا؟ نرسم B-Second B- كيف نحدد الـ B- أول شيء B-Second B- هو خط عمودي على ماذا؟ على C-B-Second اللي رسمناه بالأول أو مدامة هي موازية للكرانك أي راح يكون B-Second B- عمودي على ماذا؟ على أيضا الـ C-B في الـ Space Diagram ماذا يمثل الـ B-Second B- ماذا يمثل؟ يمثل التنجنشل كامبنان of acceleration of B with respect to C يعني الـ A-T-B-C وهذه حسبناها أيضا تساوي 120 m per second square نجي على رسمة هنا الـ Acceleration Diagram إحنا الآن ما معنا إلا الـ C- و B-Second في الخطوة الأولى رسمناها من الـ B عفوا الـ B-Second من الـ B-Second نرسم خط عمودي على ماذا؟ على الـ B-C في الـ Space Diagram وبقيمة ماذا؟ بقيمة 120 m per second square حسب الـ Scale اللي نترسمت به الرسمة الخطوة الثالثة نربط الـ C- بالـ B- هنا تحصلنا على ماذا؟ ثلاث نقاط النقطة الأولى C- النقطة الثانية B-Second النقطة الثالثة B- ماذا نفعل الآن؟ نربط الـ C- بال B- ما هذا؟ هي a total acceleration of B-C A-B-C The vector C-B- they represent the total acceleration of B with respect to C اللي هي A-B-C إلى حد الآن ماذا تحصلنا في الـ Acceleration Diagram تحصلنا على النقطة نقطة الانطلاق C- والنقطة الب-Second ونقطة الب- المسافة C-B- ما هي إلا الـ Acceleration of B with respect to C هنا الخطوة الموالية from B- نرسم الـ Vector B-X parallel to B-A في الـ Space Diagram ماذا تمثل represent the radial component of A with respect to B اللي هي الـ A-R A-B Acceleration Radial component A-R A-B already حسبناها أيضا ماذا تساوي تساوي 53.3 meter per second square هي مسافة B-X اللي رح نرسمها الـ B-X هنا هذا خط الـ B-X يمر من خلال الـ B وكيف يكون يكون في الحقيقة نرجع إلى الخطوة هنا يكون موازي للـ B-A على الـ Space Diagram الـ C دا عفوا الـ B-X هو موازي للـ A-B في الـ Space Diagram نرجع هنا للرسمة هذا موازي لماذا موازي للـ A-B بقيمة كم بقيمة 53.3 عفوا meter per second square حددنا مكان الـ X إلى حد الآن ماذا معنا على الرسمة معنا النقطة C- النقطة B- second عفوا النقطة B- هنا والنقطة X حددناها الخطوة الموالية الخطوة الموالية من النقطة X نرسم ماذا الفكتور X A- عمودي على ماذا على B-X بقيمة ماذا طبعا هو يرمز لماذا يرمز للتنجنشل component of the acceleration of A with respect to B A-T A-B لكن إلى الآن ما عندنا القيمة ما حسبناها رح نحدد باي مجورمان من الـ acceleration diagram نرسم إذن الفكتور X A- عمودي على B- X نجي على الرسمة نرسم الخط هنا يمر من X عمودي على ماذا عمودي على B-A في space diagram ثم الخطوة الموالية ماذا حركة slider هي حركة خطية مستقيمة فالacceleration والvelocity تبعا A ستكون في نفس اتجاه الخط المستقيم هذا فنرسم من C- خط مستقيم يمر من C- وموازي لماذا موازي للحركة الخطية المستقيمة للسلايدر هنا بالتوازي تقريبا يقطع ماذا يقطع الخط اللي رسمناه بالأول عمودي على A-B يمر من X في النقطة ماذا في النقطة A-Dash هنا حددنا مكان A-Dash طيب الفيكتور C-A-Dash إلى ماذا يرمز يرمز إلى Acceleration of A الفيكتور C-A-Dash موازي للPath of Motion زي ما شفنا Along AC represent ماذا Acceleration A-A الفيكتور X-A-Dash والC-Dash E-Dash يتقاطعون مثل ما بينا في الرسمة في A-Dash نربط مع بعض B-Dash والE-Dash ما هذا الفيكتور هي Acceleration of A with respect to B A-A-B هو الفيكتور B-A-Dash خلينا نشوف عن الرسمة نربط بالأخير B-A-Dash هذه الخطوة الأخيرة ماذا يرمز B-A-Dash B-A-Dash يرمز في الحقيقة إلى Acceleration of A with respect to B الخطوة الموالية in order to find the acceleration of G G اللي هو بعيد عن النقطة B بثلث قيمة المسافة AB سوف نقسم أيضا A-B-Dash بنفس الشيء سوف يكون B-G-Dash يساوي ثلث A-B-Dash على الرسمة نرجع للرسمة هذه A-B-Dash نقسمها على ثلاثة ونحدد مكان النقطة G-Dash نربط C-Dash بالG-Dash ما هذا؟ هي l-acceleration of G C-Dash G-Dash ما هي إلا ماذا؟ هي l-acceleration of G By measurement we find the acceleration of G يساوي ماذا؟ A-G تساوي الفكتور C-Dash G-Dash مثل ما بيانا على الرسمة ولم ننقيسها By measurement نلاحظ أنها تساوي 414 meter per second square من l-acceleration diagram أيضا ممكن أن نتحصل على tangential component of the acceleration of A with respect to B ما هي إلا ماذا؟ هي l-vector X A-Dash By measurement تساوي 546 meter per second square ومنها مباشرة يمكن حساب angular acceleration التي تساوي حسب القانون A-T-A-B تقسيم B-A يساوي 546 التي حصلنا عليها تقسيم 0.3 يساوي 1820 radian per second square في clockwise قوائز شكرا